وخلال جلسة حول ثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص أكد رئيس الوزراء على أهمية وجود آلية تمويل تمكن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظام سداد مطول كما تطرق مدبولي إلى ملف تصدير العقار مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الدولة لديها حجم كبير من العقارات على مستوى عالي من التطور إلا أنه لم يتم الترويج لها لتكون مصدرا للعملة الصعبة